من أهم أجزاء الجسم والذي يكون الهيكل العظمي فيعطي جسمك الدعم والشكل المفرد الذي يميزك عن سائر الكائنات الحية لتسير على قدميك وظهرك مفرود كما يساعد في الحركة وذلك بفضل العضلات المتصلة به والمسؤولة عن الحركة بانقباضها هذا بالإضافة إلى أهميته في حماية أجهزة الجسم يتكون جسم الطفل من 300 عظمة تقريبا عند الولادة ثم تنمو وتندمج معا لتشكل 206 عظمة لدى البالغين أكبر عظمة فيها هي عظمة الفخذ وأصغرها هي عظمة الركاب الموجودة في الأذن الوسطى والآن ماذا عن تركيب العظم؟ يعد العظم نسيجا ضاما له عدة أشكال وأحجام ويمكن التعرف على خصائص كل منها بوضوح من خلال المقطع الطولي لإحدى العظام الطويلة كعظمة الفخذ لنجده ينقسم إلى نوعين وهما العظم الكثيف والعظم الإسفنجي أولا العظم الكثيف أو المدمج وهو عظم مضغوط وقوي يشكل الطبقة الخارجية للعظم فيعطيه القوة والحماية تظهر فيه المادة البينية بشكل صفائح مرتبة بنظام خاص مكونا من تركيب دائرية هي أجهزة هافرز وهي تلك القنوات المتناهية في الصغر والتي تتخلل أنسجة العظام وتحتوي على فروع الأوعية الدموية واللمفوية بالإضافة إلى الأعصاب في الأنسجة الهضمية التي توفر التغذية والأكسوجين وأتخلل أجهزة هافرز بعض الصفائح والخلايا العظمية التي تنتظم حول قناة هافرز ثانيا العظم الإسفنجي وهو أقل كثافة من النوع الأول تظهر فيه المادة البينية بشكل حواجز أو عوارض بينها تجاويف واسعة تعرف بالجيوب والتي تحتوي على كمية كبيرة من النخاع العظمي وهو مادة لينة تملأ العظام الطويلة يوجد منها نوعان النخاع الأصفر والنخاع الأحمر وتتمثل وظيفتها في تكوين خلايا الدم بأنواعها الثلاث الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ترجمة نانسي قنقر